طيب هذا أول شيء طيب أولا الله لا يثاؤ إليه ولا يحسن إليه الله لا يثاؤ إليه ولا يحسن إليه ولا يحسن إليه إطلاقا لأن إذا أنت إذا أسأت للرب العالمين معنات أزيته معنات قدرت تسأله أو إذا أحسنت له معنات هو بحاجة إليك فالله لا يثاؤ إليه ولا يحسن إليه ولكن إذا تريت على الله فأنت تؤذي الله وشون يترطيب حين يقول الله تعالى وأحسن الله يحب المحسنين الله يحب المحسنين بس أعمل لك إن لا يساءوا إلي ولا يحسنوا إلي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الله أكبر نعم يعني ألفها وخارج أن يساءوا إليه وأعلم أن يحسنوا إلي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتهم فلاها ولكن أنا ممكن أرتكب الزنوب بحق الله في مخالفتي أنا ما بسأله لله لأنه مستحيل بس أنا مثلا الزنوب الخاصة اللي بحقه مثلا قال لي سوء صلي وما صليت هاي بيني وبينه يعني ما أسأت لحده يعني أنت ممكن أنت تذنب بحق الله ما أسأت لحده وقد تذنب عن طريق أيضا الوقوع المحرم ليه علاقة بالآخرين فكل الزنوب التي بحق الله أنت آثم إذا تعتقد أنها لم تخفر إذا حججت إلى بيت الله الحرام أنت آثم إذا لم تعتقد إذا لم تعتقد أن الله لم يخبر لك لازم تعتقد أن الله يخبر لك ذنوبه هنتبه هنتبه اللي هي الذنوبة اللي ما فيها مساس بالآخرين بالضبط يعني أنت بإلا في الحج كل شيء ذنوب قدك بينك وبين ربك لازم تعتقد وتفتقن أنه راح أما بحق الآخرين هي صار السيئة دخل الحج لأن الله صحنا بيخفر الذنوب بالحج طيب وبالاستغفار وبالصلاة إيه إيه لما بالحج بيخفر ذنوب أقوله شخصي يعني ذنوب الصلاة والصوم وكذا وإلى آخر يعني يلي ذنوب بيحق أقوله الآن السيئة السيئة بحق الآخر الظنوب أنا أنا كلمت عليك بشيء مكويس أنا أسأتلك وأنت لك علي ذنب أنا أسأتلك وأنت لك علي ذنب يعني موسى وأتقتل قاله لهم علي ذنب ولهم علي ذنب وبأخافوا أن يقتلهم يعني دائما الزنب هو عليك إذا بسيء للآخر طيب أي لاسب الحسنات والسيئات أن تحسن للآخر أو تسيء أو تحسن للآخر أو تسيء وإذا أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أحسنتم فلا أنت تحسن للآخر يعني السيئة هي الذاتية السيئة هي عندما تسيء للآخر هي سيئة فهو لك وعليك ذنب آه يعني هذا مش فرق بين السيئة هي الفرق أنه أنت أسأت للآخر فالآخر له عليك ذنب له عليك ذنب يعني إيش له عليك ذنب يعني أنت أذنب في حقه يعني لازم يسام حق أو يقتص أو أو هذا أو تصريح طيب وفي حق الله تعالى في حق الله تعالى الاستغفار في الحق الله تعالى الله تعالى زي ما تفضلت لا يحسن إليه ولا يساء إليه ولكن يذنب ولكن يذنب نعم طيب متى تكون الخطيئة سيئة ومتى تكون ذنبا إذا كان بحق الآخرين دائما سيئة إذا بحق الآخرين دائما سيئة يعني مثل أكل ماليتين نعم لأنه هي بحق الآخرين طيب وهون عند المسيحيين اللي اسمها الخطيئة نعم اللي نحن عنا هي المحرم يعني مثلا ما ارتكاب خطيئة يعني الوصائل العشر ارتكاب الوصائل العشر مخالفة الوصائل العشر يعتبر خطيئة خطيئة ورد مرة واحدة ايه هاي 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 ورد تسموه على لساننا على لسان روسل تاني إما خطيئاتهم أغرقوا إما خطيئاتهم ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا صح فقد احتمل بهتانا نعم طيب من يقصر في شعيرا من شعائر الله تعالى كالصلاة هذا ذنب هذا ذنب هذا ذنب في حق مين هو أساء لمين أساءه ما أساء لحساء و الله لا يساءه إليه تحن تكون واضحة الله أكبر من أن يساء إليه ويفسن إليه يعني أنا بدي يجب لك مثال يعني إذا اتفقت مع واحد على بيعه شريه وغشيته إذا كان ولو رح يتحجيت ما رح يسامحك رب العالم ما رح يحفر لك الزب إلا إذا كان أنت صلحت الزب وحطيته يا أو تصالحتم أو دفعت له ماله أو كده بس ترى هذا تمييز كتير مهم دكتور أنه التقصير في الشعائر هو ذنب هو ذنب في حق الله تعالى وليس سيئة في حق الله لأن الله تعالى أكبر من أن إطلاقا يحسن إليه وساء إليه هو أكبر من ذلك بكثير طيب وذنبه لا علاقة فيه هو في خطره يعني هو قراره قرار رب العالمي سبحانه لذلك الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا صحنا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الذنوب اللي هي بهذا التعريف هي التقصير في حق الله وذا كان طول بالك رب العالمي إذا بيحبك بيكفر عنك والذين آمنوا عملوا الصالحات وآمنوا ونزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم شو أنا تكفروا عنهم سيئاتهم بكثير مهم رب العالمين أنا أنا ساويت أساءت لك وانت ما سامحتني بس أنا قائم بعمال بكثير قويس في عندي عمال قويس الله بيكفر عنك بيرضيك يعني هو بيرضيك حوال ما أنا وضحيت شوال تكفير سيئة الله وقت بيكفر سيئة شوالنا عن هاللي بيحاول يسفتوا مصداقية رب العالمين شو قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملوا الله أسوأ الذي يعملوا ويزيهم أجرهم بأحسن مكان يعني انت بصور أسوأ الذي يعملوا يعني شو ما أسوأ شي وبيزيك على إيه على أحسن حتى يكون استوعبها أنه رب العالمين كتير بيكفر سيئات يكون واحد ما عامل سيئات بيكفر عنه أنه بيرضي هذه أسألهم بس كأكيد على موضوع الذنب وتعريفنا الذنب أنه ما هو في حق أنه الذي يكون في تقصير في حق الله تعالى إذا ذنب بدون سيئة إذا ذنب بدون سيئة يعني إذا ما فيها طرف آخر من الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الله لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله يعني هذه العملية يعني يعني واحد فاحشة والناس ما شفته ترجمة نانسي قنقر